سلام الله عليكم طلاب الادبي الفخمين افخم ناس طلاب الادبي اليوم راح نبدأ بحص التأسيس لموضوع اسمه التحليل بالعوامل هذا التحليل للعوامل موضوع مهم جدا 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 يكبار زي كبير ذات طب ايه شو التحليل العوامل وشو بدي استخدمه وكيه بدي حلل الى العوامل تعال انا اياكم نشوف كيف نبدأ بهذا الموضوع مش ناسي لفة كبير لكم طلاب الادبي الان تحليل العوامل عندي اربع انواع منه ايش انا اربع انواع طب شو من الاربع انواع فين نوع اسمه فرق بين مربعين وفين نوع اسمه تحليل ثلاثي الحدود التربيعي وفين نوع اسمه فرق ومجموع مكعبين وفين نوع اسمه العامل المشترك تعالوا اخذ كل الموضوع اللي حاله ونشوف كيف لكن فرق بين مربعين كيف بدي اميزه يعني كي بدي اميزه عن بعض الفرق بين مربعين دائما بتكون فيه اكس تربيع ناقص عدد رقم طب اكس قوة اربعة ناقص رقم برضو نفس الاشي اكس تربيع ناقص عدد بتكون عندي تمام طب ثلاث الحدود تربيع من اسمه ثلاثي يعني دوكون ثلاث حدود فيه حد بكون اكس تربيع طبعا زائد او ناقص فيه رقم بكون مضروب في اكس زائد او ناقص عدد لحاله بدوكون يعني ثلاث حدود اكس تربيع واكس ورقم اكس تربيع واكس ورقم وفرق ومجموع مكعبين هو عبارة عن حدين بكون واحد منهم اكس تكعيب زائد او ناقص رقم او عدد لهوه والعامل المشترك مقدار موجود في جميع الحدود ها بكون واحد موجود عند الكل يعني موجود عند الحد هاض وعند الحد هاض وبالمناسبة الحدود في الرياضيات كيف منعدهم او كيف منميزهم اتجمع والطرح يعني ما ابدأ عدد حدود وما فيه اشارة زائد او ناقص نبدأ حد جديد من سميه لكن الضرب ما بيعمل حد جديد طيب يا كبار زي الان راح نبدأ باول نوع عنا وقلنا اسمه فرق بين مربعين ولاحظوا انه المسائل مثلا اكس تربيع ناقص رقم اكس تربيع ناقص رقم مش زائد ناقص طب واي ابو قطيط واي ناقص مش زائد مجموع مربعين بكوز طبعا ما هو واي لازم تبدأ ببكوز صحي مش هيكل انجليزي واي بكوز بكوز انه مجموع مربعين لا يحلل مجموع مربعين شماله ما بتحلل طيب يا كبارز لا لا وجد مش هننحلل كيف ننحلل اوه كيف بدأ حلل هول ايش اسمه فرق بين مربعين واتذكر يا كبير زي ويا كبير زي انه الفرق بين مربعين دائما نفتح قوسين هاي قوسين فتحت ايش هول قوسين طب شو بدأ عمل في القوسين في كل قوس من القوسين في كل قوس من القوسين بدنا ناخذ الجذر التربيعي لكل حد هي كل فكرتنا اخذ الجذر التربيعي لكل حد يعني مش هاي اكس تربيع وهي اربعة باخذ الجذر اللي هاي وباخذ الجذر اللي هاي وباجي بحطه مهول يعني جذر الاربعة بقول له اثنين طب جذر الاكس تربيع بقول له اكس تمام تمام طب وليش رأت واحدة بتكون سالب واحدة بتكون موجب دائما بالاقوس دائما فرق بين مربعين واحد قوس بكون سالب وقوس شو بكون موجب طب ابوكتلات عادي نحطه هون الموجب هون السالب بفرقش عادي راح يتكون هون السالب هون الموجب هون الموجب هون السالب خد راحتك يا كبير زي ويا كبير زي فالاكس تربيع شو جذرها يا بارانيكس هاي اكس اكس طب والاربعة بقول له اتنين اتنين فقط لا غير احنا عملنا ايش اسمه تحليل او فرق بين مربعين تمامز تمامز لا لو جينا اكس تربيع نقص تسعة اسمع صدى صوتكم والله من بعيد سامع انه انتو حللتوها قبل مكتوبها الاكس تربيع بنقول له اكس اكس مرة سالب مرة موجب وجدر التسعة ثري 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 يعني ثلاث طبعا بالمناسبة اه ثري ثري بس بالله عليك نتبهولي هون الان بيجي واحد على هاي هيك بقول لي هون اكس اكس سالب موجب ايه تستعاش اربعة بعربعة نقول له غرط ايه واحد الله بكتوت كيف غلطي يا زلمي عادي لا بكون نتبه يا اخوان الترتيب مهم ترتيب مهم طب واي مهم بكوز تعال اقول لكم شغلي لو انا جي ضربتهون اكس في اكس تعطين اكس تربيع لو انا جي ضربتهون اكس في اكس تعطيني اكس تربيع لكن هون سالب اكس تربيع اتغيرت الاشارة فالترتيب بالتحليل مهم يعني لمبداجة حل الان بجي بقوله هاي فتحنا لقوسين مين اول شي اندي بتقول لي السطاعش فبقولك جدرها اربعة فبتحطي لي اربعة اربعة بعدين بحط مرة سالب مرة موجب الاكس تربيع عبارة عن اكس وهي اكس ماشي ماشي اكبر طب ولمسألة هاي الاخيرة هاي قوسين في اربعة اكس تربيع عادي يا زلمي اربعة شو جدرها بتقول لي اثنين وهي اثنين طب ولم اكس تربيع بتقول لي اكس بلزق فيها اكس اي اكس يعني ملزقات ببعض لانه اربعة اكس تربيع ملزقة ببعض فاتمين اكس اثنين اكس مرة سالب مرة موجب طب وهون تسعة واربين اه جدر التسعة واربين من الرقم بضروب بحاله بيعطين تسعة واربين اكيد هو مين الرقم سبعة يا كبير زاد وهذا يسمى فرق بين مربعين يسمى ايهش فرق بين مربعين قوسين واحد سالب واحد موجب الاكس تربيع اكس في اكس جدر الرقم مثلا عندي التسعة ثلاث جدر الاربعة اثنين جدر الستاشة اربعة جدر التسعة واربعين سبعة جدر الخمسة وعشرين خمسة جدر الستة وثلاثين ستة جدر الواحد ثمانين مثلا تسعة شوفوا هاي المسألة اخيرة البضيفة هون هاي مسألة متميزين وانتم متميزين هاي مسألة عن جد متميزين وانتم متميزين مثلا لو كان عندي اكس تربيا ماقص ثلاث. كيف يتحلل هاي. اقول لي زي هاي. اه. بنقول له اكس باكس. جميلا. سالب موجب. طب جدر الثلاث. والله ما بعرف كده جدر الثلاث. مثلا بعرف جدر التسعة ثلاث. جدر الاربعة مية بس جدر الثلاث بعرفش. اه دي يا كبيرز. انت عرفش بحطة جدر الثلاث. جدر الثلاث. يعني هذا الرقم تسعة واربعين كم جدره? سبعة بتعرفوه. اعطته سبعة. ستعة جدره اربعة اعطته اربعة. تسعة جدره ثلاث. حطته ثلاث. طب جدر الثلاث قديش? بعرفش. خليها جدر الثلاث جدر الثلاث. يعني الرقم ما بعرف جدره. خلو لي اياه جدر الثلاث. جدر الثلاث. طيب. هاي ممكن تفتع علينا قصة جديدة هاي. مثلا. واحد بقول لي طب اه لو وجدت هيك مثلا مسألة مثلا. مثلا. ها. هاي بنقول رقم ستة هاي. لو وجدتني مثلا اكس ناقص خمسة وعشرين. بتتحلل ابو قطيط. بقول لك يا كبير زوالله بتتحلل. ها بنحط قوسين. الاكس شو جدرها? اصلا الاكس تربيع شو جدرها? قلتوا لي اكس. طب الاكس شو جدرها? باعرفش. خليها جدر الاكس. جدر الاكس. ناقص موجب خمسة وعشرين شو جدرها? بقول له خمسة. شفتوا كيف? الفرق بمربعين هو عبارة بس انك تخذه جدر لهاي وجدر لهاي. اذا الجدر بعرف جوابه هاي نلزكتلك جوابه. واذا بعرفش بخلي جدر عليه. بسيطة وحلوة وجميلة. وانتو كبارز والمميز لكم دايما ويا رب دايما الاعلام الكاملة من نصيبكم. قولوا امين يا رب العالمين. او نيجي لموضوع اسمه تحليل ثلاث الحدود التربيعي. هاد اكثر موضوع بخربطه في الطلاب لكن بالطريقة اللي راح اشرحلكم اياها الان راح يلزك في راسنا وعمرنا ما راح نغلط فيه ونجيبه صح مية المية. والتزم بالطريقة هاي فبتلاقي عمرك ما بتغلط فيه يا كبير زي. ويا كبير زي. ثلاث الحدود التربيع اللي بكون في اكس تربيع و اكس ورقم هاد على الطول شو بتحطوا لي قوسين زي هيك بالشكل هاد. واي قوسين. جميل جميلينج جميلينج. الان اكس تربيع هاي بتحط هون اكس. وهون اكس. حلو? الاشراط ما تحطوا ليش سالب موجب. لا مش واحدة سالب واحدة موجب. ممكن يكون هون سالب هون موجب هون موجب هون سالب هون سالب هون سالب هون سالب ممكن موجب موجب. فمشان يكحب بحب بالانشي. لا انا اول شي دبلش بالرقمين؟ شو هم الرقمين؟ دايما دايما بالعبارة التربعية وثلاثية الحدود. اول شيء اللي بتروحولي عن الرقم اللي حاله. هذا شايفينه هاد؟ هذا المعوش اكسات. اللي بدون اكس هاد. بتاعكوا هاد حاصل ضربهما. هاي ضربهما? اه. اه. تعرفوا العربي تبعي قوي انا جدا. يعني اه. هو في يساوي هاي. كنا شاطبين ها. وهي رجع نحوان. حاصل ضربهما. هاد مين؟ الرقم اللي معوش اكس البدون اكس يا اخوات. والرقم اللي مع الاكسات. هذا ما نقول عنه جمعهما او طرحهما. يا جمعهم يا طرحهم. واللي بحدد عملية الجمع والطرح هاي الاشارة. يعني اذا كانت هاي الاشارة ناقص بقول طرحهما. واذا كانت زائد شو بقول? جمعهما. الان انا ما راح اطلع بالاشارات يعني ما تقوليش سالب ثلاثة وسالب عشرة. بد اطلع الارقام كينها موجبة. يعني شو باجي بقول? اعطوني عددين. اذا ضربتهم ببعض بيعطوني عشرة. واذا نقصتهم من بعض بيعطوني ثلاثة. بدي رقمين. اذا لخيتين ببعض ضربتين ببعض بيعطوا عشرة. لكن اذا نقصتوا من بعض بيعطوا ثلاثة. شو هم الرقمين? اللي ضربهم عشرة وطرحهم ثلاثة. واللي فكر فكر يا كبير فكر. خمسة وثنين يا كبير. خمسة وأثنين. لانو خمسة ضرب اثنين يعني عشرة. خمسة نقص اثنين والله ثلاثة. طب نحط الخمسة هون والاثنين هون ولا العكس بإفرقي.ش. حط الخمسة هون. الخمسة هون مش فارقة. اللي بهم لي الإشارات. طرعوك كيف نحط الإشارة الان. اول شيء هاي هاي الاشارة الاولى هاي دام نطعطوها للعدد الاكبر. يعني انا بروح بدور على العد令 كبير وبعطيه اشارة هاي. شو الاشارة? هاي سالب مين اللي كبير? الخمسة بقولله خلس سالب انت. طيب الاشارة هاي ضرب هاي ها ضرب الاشارتين. ضرب الاشارتين للعدد الاصغر. يعني باش باقول له سالب ضرب سالب تاحكولي موجب نعطيه للصغير هاي. سالب موجب واترته للصغير. جميلينединج جميلينج جميلين. تعال انا وياكم الان. انحل المسائل الموجودة. طيب شوف اول مسألة. بقول له يا الله هاي ثلاثة حدود. افتح قوس اكس. واي قوس اكس اكتيرس. بدنا عددين. يا السلام هيك لمطلع فيها زي ما هي كمطلع التحليل هي كيف زي ما. عددين. والله حلوة اه صح? عددين ضربهم ستة. لكن جمحهم خمسة. شه هم العددين؟ اضربتهم ببعض ببعض ستة. اذا ما اجمعهم خمسة ستة واحد. كبير. ازبالك ستة ضرب واحد ستة صح. طب ستة زاد واحد. سبعة. مش هم. بدي عددين ضربهم ستة. جمحهم خمسة. ثلاثة واثنين. ضربوهم بعض بيعطوا ستة. اجمعوهم بيعطوا خمسة. اذا الثلاثة والاثنين. احط الثلاثة هون ايلا عادة بتفرق ايش ما هي الثلاثة هون الاثنين هون مش فارقة الاشارات اول اشارة سالب للكبير الحق الكبير هايو اضرب سالب في موجب سالب في موجب سالب لالصغير خلاص تحللت والله هي جميلة جميلة اه فخمة اه بالانجليزي هذو كله هو جميلة فخمة اي جي كله اخذ هذو الاكستربيع هيكس هنغ هيكس هنغ يعني صارت بدنا عددين يا السلام ما لهم ضربهم اربعة وتريحهم ثلاثة عددين ضربهم اربعة طريحهم ثلاثة فكر يا كبير اثنين واثنين لا اثنين واثنين ضرحهم ثلاثة اربعة واحد هايا اربعة هايا واحد اول اشارة لحق الكبير والكبير هايه. اضرب سالب في سالب. موجب. جميل. طب هون. يا الله. اكس اكس. عددين ضربهم كم? واحد وعشرون. جمعهما. عشرة ايه? ايه? اضميك للاكس ابوك طيط هون انت مش حاطها. وين راحة الاكس كبيرز. هاي الاكس كبيرز. اذا بدنا عددين ضربهم واحد وعشرين. لكن جمعهم عشرة. ضربهم واحد وعشرين. جمعهم عشرة. فكر فكر. ايه? في ناس قال سبعة وثلاثة. ايوا. هاي سبعة. وهي ثلاثة. لانه ضربهم عشرة. ضربهم واحد وعشرين. لكن جمعهم سبعة. اول اشارة ايه الكبير هاي الكبير. اضرب سالب في موجب. بتقول لي سالب هاي سالب. صارت هون. طيب هاي الاخيرة. نفس الشيء ازرمي اكس باكس. هاي اكس. وهاي اكس. عددين مالهم. ضربهم ثمنطعش. لكن طرحهم ثلاثة. ضربهم ثمنطعش. طرحهم ثلاثة. تسعة واثنين. ايوا يا كبيرز. تسعة ضرب اثنين ثمنطعش. طب تسعة نقص اثنين. سبعة. ايه? مش هم اذا. لان احنا احنا ضرب من ثمنطعش. طرحهم ثلاثة. فيش غيرهم يعني? في ستة وايش? ثلاثة. ستة ضرب ثلاثة. هي ثلاثة. وهي ستة. ستة بثلاثة ثمنطعش. طب ستة نقص ثلاثة ثلاثة. اول اشارة سالب لحقية هلا الكبير. ايه لحقية كبيرة. سالب في سالب موجب صارت. وهذا ما نسمي تحليل ثلاثة. الحدود التربيعي. حتى لو كنتوا تخربطوا فيه كان صعب. بالالية هاي. او بالطقيقة هاي اللي قدامكم. المفروض يصير سهلنج. سهلنج يعني بالانجليزي. ضفنا سهل. اي ان جي. صارت سهلنج بالانجليزي. ولا نكون كبارز. ورجعونا يا ضاوري جدا يعني طبعا اكيد. اوه ما هذا يا هذا. ما هذا يا هذا. هيدا. هيدا باللبناني. مجموع وفرق بين ايش? مكاعبين. ايه والله ما انا عارف شو ما هو هاي اللون هو ما اش منيح. فرق ومجموع مكاعبين اللي بكون اكس تكعيب ناقص او زائد رقم. طب وقتنا كنت لنا فرق بين مربعين ما بصيري الزائد. اغطاك بين مربعين لانه لا يحلل. لكن فرق ومجموع مكاعبين. تكعيب فردي. عادي بيقبل موجة بيقبل سالم. هذا يحلل الفرق بين مكاعبين يحلل الى قوس صغير وقوس كبير جميل. قوس صغير قوس كبير. طب القوس الصغير شو نعمل فيه? بقول لك القوس صغير هاد هو عبارة عن اخد. الجذر التكعيبي. التكعيبي. للحد. كيف يعني? يعني بتجول على اكس تكعيب لو قلت لكم اخذولها الجذر التكعيبي بتحكولي بروح التكعيب اكس يعني. ناقص اي ناقص. الجذر التكعيبي للثمانية يعني شو العدد اللي بضرب بعضه? ثلاث مرات. بيعطيني ثمانية بتقولولي اثنين. اذا احنا اخذنا الجذر التكعيبي لهاي. والجذر التكعيبي لهاي. التكعيبي للالاكس تكعيب يعني جذر التكعيب علي تكعيب بروح التكعيب مع الجذر بدلا الاكس. ناقص اي ناقص. العدد اللي بضربه ببعضه ثلاث مرات يبيعطيني ثمانية من هو الاثنين. القوس سجئ يقيل لو قاعدة بدنا نحفظها. بدنا. بدنا بدنا باللبناني هاي دي. بدنا نحفظها هاي. شو بتقول لكم? هي بتقول الاول تربيحة يقدمشي بيها من هنا الاول تربيع عكس الاشارة الاول ضرب الثاني زائد الثاني تربيع طب تعالي نطبق بس لما نقول الاول والثاني يا كبارز هو اكبير زات بنمشي على القوس الصغيرة يعني باجي على القوس الصغيرة هاي الاول وهي الثاني واقول له الاول تربيع يعني اكس تربيع عكس الاشارة يعني موجب بدل السليب يصير موجب الاول ضرب الثاني يعني اكس ضرب اثنين اكس زائد دامن زائد الثاني تربيع الاثنين تربيع composite الاثنين تربيع هاي قاعدة اللي هي القوس الكبير في فرق و مجموع مين مشعبين طيب نشوف يلا انا اياكم قوس صغير شيء للتكعيب اكس الجذر التكعيب الى الواحد العدل بضرب بعض ثلاث مرات يعطيني واحد مين هو الواحد يلا نفتح قوس كبير الان راحت يلا هاي القوس الكبير لعنا من يجي القوس الكبير ده قل له القاد يقول الاول تربيع ايوه اكس تربيع عكس الاشارة سالب الاول في الثاني اكس ضرب واحد اكس زائد الثاني تربيع واحد تربيع ليه واحد الاول تربيع عكس الاشارة الاول بالثاني والثاني تربيع بس الثاني تربيع دائما زائد طبعا ننسوه الاول تربيع عكس الاشارة الاول بالثاني الثاني تربيع لا تنسوا قادة القوس الكبير في فرق ومجموع مشعبين يلا يا اتشبار اتشبار هي بالعربي هاي صار اتشبارز بالانجليزي 27 شو العدد اللي بضرب بعضه 3 مرات بيعطيني 27 لو فكر راح لقيه 3 اي 3 ناقص اي ناقص الاكس تكعيب بتروح تكعيب بضلي الاكس لان قاعد شو بتقول الاول تربيع 3 تربيع 9 عكس الاشارة موجب الاول بالثاني 3 ضرب اكس 3 اكس زائد الثاني تربيع اللي هي الاكس تربيع يعيني اكبارز يعيني عليك بارز اي قوس شيري تكعيب بضل اكس زائد هي زائد عدد بضرب بعض 3 مرات بيعطيني 64 فكر يا كبيرز 4 4 ب4 16 ب4 64 اذا 4 هاي 4 فتحنا قوس كبير شو بتقول القاعد الاول تربيع اكس تربيع عكس الاشارة سالب الاول في الثاني اكس ضرب اربعة اربعة اكس زائد الثاني تربيع اربعة تربيع مش تمانية بالله عليك وتقولي ليش ثمانية اربعة 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 ارب دائما فرقه مجموع مكعب Angoisuy chareb مش فيه قوس كبير هذا القوس además هاي القوس الكبير القوس الكبير . القوس الكبير لا يحلل دائما او عملكو بفكروا في تحليله دائما لا يحلل فيه موضوع اسم المميز المميز بيطلع طبعه السالب حان هيك ما بتحلل فدائما فرقه مجموع مكعب اي القوس الكبير دائماما شو ماله بتحلل اشي ACBARZ وتحلل اش ما بتحلل طيب آخر موضوع ظلنا عنا إيش اسمه العامل المشترك العامل إيش المشترك شيف يعني عن المشترك إحنا قلنا هو مقدارها هو مقدار موجود في جميع الحدود مقدار شو ماله موجود عندي الكل يعني مثلا مثلا X تربيع ناقص خمسة شو المشترك هون بقول له شو فيه هون موجود هون وهون بالحد هذا وبالحد هذا بتقول لي ما فيه شي بقول لك ما فيش مشترك طيب حلو إذا هون ما فيش مشترك طيب هون يا كدرس هون وهون شو المشترك بقول لك هون في X وهون في X إذن المشترك X هاي X التحقوس إذن X عامل مشترك طلعتها بره لأنه X هذا اسمه إخراج عامل مشترك مين موجود هون وهو قلتولي X قلتلكم هاي الـ X مشترك كم X عنا؟ بتقول لي 2 أخذنا واحدة بتقول لي بظل واحدة ناقص هاي 2 أخذت واحدة مشترك بظل واحدة جوه القوس ناقص هاي ناقص الـ 2 هاي ملناش فيها كم X ساي؟ بتقول لي واحدة بتقول لي خلاص مطلش سكر بس هاي كل القصة إذن X عامل مشترك فتحنا قوس ثمتين ضلت واحدة هاي واحدة راح تمضل شلال اثنين لهو المعامل جميل جميل طب هون والله هون في X هون في X إذن المشترك X هاي X لكن بقول لك العامل المشترك دائما نخذ أصغر واحدة فيه يعني خذ أصغر واحدة فيه تمام؟ يعني مثلا مش هون عنا X وهون عنا X فالX مشترك لكن مين أصغر؟ اللي قوة 5 ولا قوة 2 بتقول للي قوة هاتمين بقول لك إذن المشترك هو X إيش تربيع نفتح قوس إحنا لما خذنا هون X مشترك أخذنا من كل واحدة X المرة بنا نوخذ من كل واحدة قديش ثنتين X يعني جينا هون الثلاث مليش فيها بقول له هاي ثلاث كم X عندي هون بتقول لي خمسة بقول له خذ من هين ثنتين بتقول لي بظل ثلاث زائد كم X هون بتقول لي ثنتين أخذناهم بتقول لي مظلش إشي مش مظلش إشي 11 صفر إذا مظلش إشي محط واحد بالعام المشترك دايما إذا مظلش إشي دايما بظل إيش واحد تنسوهاش إذا ما مظل إشي بظل دائما إيش واحد عندكم طيب يا كبارز شوف هاي إشي موجود هون هون وهون X A X طب شو أصغر X فيهم ستة خمسة ثلاثة لا والله ثلاثة أصغر واحدة نفتح قوس أربعة هي أربعة كم X هون بتقول لي ستة بدو أخذ ثلاثة بتقول لي بظل ثلاثة زائد هي زائد ثلاثة مليش في الثلاثة هي الثلاثة X هي X كم X عندهم بتقول لي خمسة كداش أخذت بقول لك ثلاثة بتقول لي بظل ثنتين ناقص هي ناقص اثنين هي اثنين كم X ثلاثة اخذناها كلها خلاص ما ضلش سكر بس يعطيك العافية تمامز تمامز طيب تعالوا هون اثنين X ناقص أربعة شنو المشترك هوني يقول لي ما في مشترك بقول لك استنى شوي واستنى شوي المشترك مش دائما لازم يكون X ممكن يكون المشترك رقم يعني طلعوا لي اطلاع مسا اثنين واربعة في رقم الاثنين والاربعة بقسمين عليه ذي اقولي ااه بقول لكم شو بتقول لي وسيني بقول لكم nyt Feder in the 2 مشترك نفخص ب في ناس قال لا في ناس يقول لك الستة لا يعني الستوين انا كيبي نفكر فالارقام انا عندي ستة وعندي تسعة في رقم بتقسم عليه الستة والتسعة فكه بقول لي اه ثلاث بقول له قدر الثلاثة مشترك بنفتح قوس الان بقول له ستة تقسيم ثلاثة بقول له ثنين بضل اكس اي اكس زاد تسعة تقسيم ثلاثة بضل ثلاثة اين ثلاثة فهي اسم المعامل المشترك انه مقدار موجود وين في جميع الحدود مقدار موجود في جميع الحدود هون مثلا كانت ارقام اثنين والاربعة دائما مثلا اثنين والاربعة شو بقسمين على اثنين ستة وتسعة ايش بقسمين على ثلاثة مثلا لو كان انا عندي مثلا خنقول خمسطعش وخمسة بقول له بقسمين على خمسة مثلا صح تمامنز 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 وهذا كان اسمه اللي هو التحليل العوامل وهو موضوع مهم وبالزمنا في المادة وبالزمنا في المادة مطلوب لنا شو اكيد الراجحها امورنا تكون تمام تمام ودائما نكون من الناس النوين لاصحاب العلامة الكامل زي موعدكم راح تكون المتين من المتين ان شاء الله حليفة لكم ونخلي مادة الرياضيات اسهل مادة لديكم تمام يا كبارز يا كبيرزات ان شاء الله يا رب دائما تمام التمام ربنا يرضى عنكم يرضيكم استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة